حديثنا عن مرأة المؤمنة العاقلة فلماذا إذن وزوجك هو لباسك تكشفين شيئا من الحياة بينكما من عيوبه أو أثراره تهتكين الستر وكذلك الزوج هل ترضى يا أخي أن نكون في ثوبك خرق يظهر شيئا لا أقول ثواتك بل جزءا من بدنك الذي لا تظهره عادة وأنت في مناسبة مهمة لا ترضى فكيف بعض الأزواج يخرج ويتكلم عن زوجه في بعض عيوبها أمام أناس لا يعنيهم الأمر بما في ذلك من غيبة وانتقاس وهو يا أخي الكريم انتقاس لك هل يوجد عاقل إذا كان في مجلس وفي ثوبه خرق أن يتخجم على ثوبه يقول الناس لماذا ما تصلح ثوبك لماذا لا تخيط ثوبك لماذا لم تلبس ثوبا آخر لماذا فكذلك عندما يتحدث الزوجة عن زوجة وعخطائها أنت تتحدث عن نفسك هي لباس لك وأنت لباس لها